هكذا كانت مدينة كربلاء بالأمس واليوم أصبحت كمدينة أشباح خالية من السكان امتثالاً لتوجيهات خلية الأزمة والجهات الأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا وسلامة المواطنين حسب توجيهات خلية الأزمة وبرأس التسعيد محافظة كربلاء مقدسة باشرة قيادة عمد كربلاء بتطبيق حضرة الجوال هذا اليوم الساعة 600 يوم 22 ستة 2020 ولغاية سبعة أيام ترك في حضرة الجوال جميع القوات الأمنية من الجيش وكذلك الشرطة والدوارة الأمنية والاستخباراتية وباقي القوات الأمنية تم التأكيد على المدينة القديمة وكذلك الطوق الأول والطوق الثاني منع التهم لداخل المدينة القديمة وكذلك أكدنا على غلق المحلات بالكامل الساعة 1300 ساعة واحدة ظهراً وكذلك أكدنا على سيطات خارجية يمنع منع عن باتن الدخول إلى داخل المحافظة الطرف الآخر هو المواطن الذي يلتزم تارة ويخالف تارة أخرى بسبب حاجته للتسوق وممارسة حياته المعتادة متناسياً خطورة هذا الوباء القوات الأمنية بكافة صنوفها انتشرت منذ الصباح الباكر في جميع أرجاء محافظة كربلا بالرغم من عدم احتساب خطورة هذا الوضع تراهم يطبقون الأوامر لحماية أنفسهم أولاً والمواطنين الإجراءات البقائية الاحترازية اتخذتها خلية الأزمة ونفذتها القوات الأمنية في محافظة كربلا بتطبيق حضر التجوال الشامل في المدينة الذي طبق في الساعات الأولى من صباح اليوم كان إجراء مهم في هذه المرحلة ليش؟ لأن الاصابات بدأت تزايد الوفيات بدأت تزايد المستشفيات اللي موجودة عندنا في محافظة كربلا نشوفهم متقدر تستوعب العداد كبيرة من المصابين الوباء بدأ يعني يتفشه وببدأ يعني بعض المناطق تسجل إصابات كبيرة أيضاً أنا أدعو المواطنين يعني أخواننا وأبناء محافظة كربلا بالالتزام بتوجيهات خلية الأزمة والالتزام بالحضر المنزلي والبقاء بالمنزل حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم وكذلك حتى نحاصر هذا الوباء حسب توصيات خلية الأزمة وجه السيد قائد عمليات كربلا المقدسة اللواء الركن قوات خاصة علي الهاشمي بأن تغلق مدينة كربلا بالكامل حضر شامل للتجوال تبدأ من السيطرات الخارجية المحور النجف كربلا بغداد كربلا وبابل كربلا طبعاً يبدأ حضر التجوال الشامل من الساعة ستمية من يوم 226 ولغاية الساعة ستمية يوم 296 تغلق كافة الأسواق والمحالة التجارية بعد الساعة 1300 ظهراً طبعاً بالنسبة للسيطرات الداخلية بها استثناءات فقط للكوادر الإعلامية الصحة والقطعات الأمنية أجراءات أمنية مشددة بتوجيهات من قيادة عمليات محافظة كربلا وبتوجيه من خلية الأزمة ويبقى الصراع الأوحد داخل المحافظة على التزام المواطن الكربلا بهذا الحضر لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلا